حالتك لمثلا باس الخياط و مكسيم خليل و قصاي خولي و تايم حسن يلي نحن من سنين لليوم بكل رمضان في إلن أعمال عربية ضخمة عم بتصير كنجوم أنا بحب تايم أنا بشوفه ممثل عظيم هل تحب الهيبة عم بتحب الخط اللي ما شفي أنا بحب هذا الشب كمواصفات النجم العليش نجم عالمي أنا بعتبر تايم تايم نجم عالمي ليش أنا شفته بنزار قبضاني وشفته بمسلسل اسمه الانتظار حلو كتير وشفته بالملك فاروق بزمن العار كل شخصية بيلعبها مختلفة نهائيا عن الشخصية الأخرى ولكن من ست سنين لليوم هلأ أنا الهيبة وغير الهيبة أنا حتى فكرة العمل ما كتير أنا برضى عنه لأنه تايم محبوب بدأت تسألني سألني بس عن تايم الباقي هذوك لا تسألني عن حدا قال ما أنا هو مثلا ما حدا بيسألوا عني فأنا كمان لا حدا يسألني عنه يعني طالما ما بجي بسيرتي وأنا كمان ما بجي بسيرتي ومين مكانكو بس من هذا يعني بعيدا عن موهبتون أخي أنا بدي عيدا عن كل شي بالعالم موهبتون أخذوا فرص في مليون واحد موهوب أكثر منهم ما نشايف في مين بيقلك القصة بدي هزكتار أخي ما نشايف هالموهب العظيمة أنا فيه بأس الخياط أخي ما نشايف موهبتون بمصر اليوم بأس الخياط يا أخي إن شاء الله يوصل يحطوه اليودي ما بتلاقي موهوب لا 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 عادي عادي أقل من عادي كمان قصي قصي خولي بس أنا لا تسألني عن أسماء بس قصي بس قصي قصي بحبه وكويس وما في بتلو بالعالم وممثل عظيم ما قلت لك أنا كله نجوم وكبار وعظيمين وكذا بس أنا لا تسألني عن أسماء لأنه أنا ما حدا بجي بسيرتي وأنا كمان ما بجي بسيرته عرفت شو يعني منين لوين أنا أحكي عنه وهني ما يحكوا عني وبحكي عن واحد أنا شخصيا معجب فيه يلي هو تيم حسن تيم حسن بيحكي عنك لا عم قل لك هذا أنا شخصيا معجب فيه جدا معجب فيه جدا مثل مثلا أنا بكل النجوم تبع أميركا مثلا تبع هوليودي أنا بحب واحد اسمه ليوناردو ديكابريو أخي أنا بحبه له الزلم سبحان الله شايف له في المين تلا تتأثرت فيهم يعني بهاي الشخصية الحلوة الظريفة في الأداء العالي المستوى يقول خلا بل لك أنا أنا بقول لك مين أما الباقي ماني حفظ